وينضم إلينا من العاصمة واشنطن الكاتب الصحفي إيهاب عباس سيد إيهاب تفاصيل هذا الحادث أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين التفاصيل كما أوردتها الشرطة المحلية حتى الآن والتي لم يصدر أي تصريحات أخرى غيرها تقول أن هناك عملية اطلاق نار تمت في هذا المركز لمتابعة وتسيير عمليات النقل السكك الحديدية الخفيفة في مدينة سان خوسيف في كاليفورنيا وهذا الهجوم تم قبل ساعتين ونصف من الآن في التاسعة والنصف بالتوقيت الشرقي للساحل الأمريكي أي تقريبا في الواحدة والنصف بتوقيت جرينتش بعد منتصف الظهيرة وبالتالي المعلومات التي هي متوفرة حتى الآن من قبل الشرطة تقول أن هذا الهجوم تم عن طريق شخص واحد وأنه قتل بعد ذلك من قبل قوات الاستجابة السريعة التابعة لشرطة سان خوسيف وبالمناسبة هذه المنطقة حيوية جدا يعني كما تشاهدون ربما في الصورة هناك طريق سريع هايوي 880 هذا رقم الطريق اسمه 880 هايوي أو الطريق السريع بالإضافة إلى أن مركز الشرطة الرئيسي في المدينة يقع على قرب ما يسمى بلوكين من هذا يعني على قرب ربما شارعين من مكان تنفيذ هذا الهجوم هذا بالإضافة إلى أن بعد هذا الطريق السريع الذي شهدتموه في الصورة قبل لحظات هناك مباشرة المطار الرئيسي في المدينة وبالتالي هي منطقة حيوية جدا جدا عملية التأمين تمت سريعا من قبل قوات الشرطة وتم اقتحام المكان والتعامل مع المشتبه به كما يقال حتى الآن والتصريحات التي وردت من شرطة سان خوسيف حتى الآن أيضا لا تتحدث عن أي أعداد من القتلى أو المصابين ولكنها أكدت وقوع قتلى ومصابين وجاري حصر هؤلاء وسيتم إبلاغ الإعلام بما توصلت إليه أجهزة الشرطة حتى الآن في أعداد القتلى والمصابين هذا بالإضافة إلى أنه لم يرد يعني تشاهدون في الصورة ربما الآن جناح إحدى الطائرات مرة من أمامنا يعني منطقة حيوية جدا وخطيرة جدا أن يكون هناك ما يسمى باكتف شوتر هناك أو شخص يعني يقوم بتنفيذ هجوم في هذه المنطقة وبالتالي المنطقة الآن يعني مستعدة تماما للتعامل مع أي خرقات أمنية بشكل كبير لكن ننتظر التصريحات التي ستأتي من شرطة سان هوسيف لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر بالإضافة طبعا إلى أن دائما نقول أن الشرطة في هذه الأحيان لا تستعجل فكرة التعامل مع الشخص المشتبه به وتوصيفه إذا ما كان عمل إرهابي محلي أو عمل إرهابي دولي أو إذا كان رجل موتور أو مجنون إلى آخره أو ربما ينتقم من بعض زملائها أو قادته في العمل هذا يحدث كثيرا داخل الولايات المتحدة فسننتظر ونعلم المزيد من التفاصيل إلى أن تتضح مزيد من التفاصيل سيد عباس حوادث إطلاق النار هل هو أمر شائع في ولاية كاليفورنيا؟ جدا ليس في كاليفورنيا فقط بل في كل الولايات يعني يوميا هناك عشرات من حوادث إطلاق النار وبالمناسبة كان هناك بحث أجري العام الماضي ويجري دائما يقول أن على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا يقتل كل عام ما يقرب من 17 ألف مواطن بسبب عمليات القتل العشوائي التي نشاهدها إما هجوم على مدرسة، هجوم على جامعة، هجوم على مطاعم، على سينمات على دور عرض مختلفة، على تجمعات دائما هذه الحوادث تتعرض لها الولايات المتحدة بشكل كبير وعشوائي وللأسف لا يوجد تعامل دستوري معها حتى الآن وجميعنا نعلم داخل الولايات المتحدة أن كل ما يدور في هذا الإطار من الهجمات هو بسبب التراخي في التعامل مع المادة الثانية للدستور أو التعديل الثاني في الدستور الأمريكي والذي يتيح حمل السلاح لكل شخص ويكفله بشكل كبير وتحميه طبعا ما يسمى بالـ NRA أو الهيئة الوطنية للسلاح الأمريكية التي طبعا تعمل لمصلحة كبار صناع الأسلحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا ترغب في رؤية أي تقويد لهذه المادة لأن مصالحهم طبعا ستنحسر بشكل كبير لذلك السلاح متوفر للجميع عندما تبلغ سن 18 عاما في بعض الولايات تم التعديل إلى 21 عاما تستطيع أن تحمل السلاح دون تحقيق لخلفيتك الجنائية بشكل كبير يعني يقومون بعمل ما يسمى بالـ Soft تحقيق جنائي بسيط يعني شكرا جزيلا الكاتب الصحفي إيهاب عباس كنت معنا من العاصمة واشنطن